في هذه اللحظات وقبل قليل الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة بعدد من الصواريخ في هذه اللحظات تتوجه سيارات الإسعاف إلى هذا المنزل لمعرفة إن كانت قد يوجد إصابات في هذا المنزل الذي تم استهدافه أم لا إذن استهداف منزل في دير البلح وسط قطاع غزة وطواقم وسيارات الإسعاف تتوجه في هذه اللحظات لهذا المنزل المستهدف المتوقع أن نشهد خلال اللحظات القادمة ردا إسرائيليا قد يكون عنيفا على الرشقات الصاروخية التي خرجت من القطاع بأعداد وبكميات كبيرة ووصلت إلى مدايات بعيدة جدا في البلدات الإسرائيلية وما يرد عن وجود إصابات وقتلة في صفوف المستوطنين التحليق مازال مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء القطاع وعلى ما يبدو أننا سنشهد المزيد من الغارات خلال اللحظات القادمة ردا على الرشقات الصاروخية التي خرجت خلال الساعة الماضية بشكل كبير جدا وكثيف جدا سرايا القدس قالت بأنها هذه تأتي ردا على اغتيال قيادتها في سرايا القدس والذين كان آخرهم فجر هذا اليوم قائد الوحدة الصاروخية علي الغانم ونائب قائد الوحدة الصاروخية أحد أبو في خان يونس جنوبية قطاع غزة وأيضا آخر الشهداء الذين كانوا في شرق حي شجاعية الذين تم استهدافهم بفعل طائرات الاحتلال الحربية هذا هي صورة الوضع حتى هذه اللحظة ننتظر خلال اللحظات القادمة ربما تتطور الأوضاع الميدانية في ظل الحديث الذي يرد الآن عن وجود قتلى في صفوف المستوطنين جراء هذه الرشقات الصاروخية